برج الجدي غدا العاشر من نوفمبر 2023 يتجه عطارد إلى قطاع الخصوصية الخاص بك اليوم عزيزي برج الجدي حيث سيستمر حتى الأول من ديسمبر يميل هذا العبور إلى جذبك إلى الداخل وهو دورتي ممتازة للاستفادة من حكمتك الداخلية أنت تقوم بتقييم حياتك من منظوره مختلف وترى طبقة مختلفة لكل موقف أنت الآن أكثر حساسية في محادثاتك بشكل عام ولكنك أيضا متقبل نفسيا تماما يمكنك قضاء المزيد من الوقت بمفردك أو الضياع سريعا في أفكارك أو العمل في عزلة نسبية لن تكون صريحا ولا تتحدث كثيرا خلال هذه الفترة وتميل العديد من المشاريع والخطط والقرارات إلى أن تكون في مرحلة الحاملة اليوم مع وجود مربع عطارد زحل قويا في النصف الأول من اليوم من الأسهل رؤية الجوانب السلبية للموقف ربما يكون من الأفضل عدم اتخاذ قرار في حالة من القرق إلا إذا كنت مفطرا لذلك ولكن أهدف إلى التعلم من هذا المنظور قد تشعر ببعض عدم الأمان بشأن التعليقات الأخيرة أو الصراحة وتشعر ببعض مشاعر الندم أو الخوف من أنك ربما كشفت الكثير حاول إلا تسمح لحالات عدم الأمان بسيطره فمن المرجح أن تصنع جبالا من التلال الآن برج الدلو غدا العاشر من نوفمبر 2023 يتوجه كوكب الاتصالات عطارد إلى منزلك الشمسي الحادي عشر اليوم عزيزي برج الدلو ويبقى في هذا القطع لا اجتماعي من مكتبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر